بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب الليبي الكريم مما لا شك فيه أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وشاقة فمنذ نجاح ثورة السابع عشر من فبراير وإجراء أول انتخابات نزيهة وحرة وشفافة نتج عنها المؤتمر الوطني العام والتدخلات السلبية الخارجية والرغبة في القضاء على الثورة وتسليم البلاد لحكم فردي عسكري لم ينتهي ورغم فشل هذه التدخلات في إنهاء الثورة إلى أنها نجحت في تعطيل مسيرة بناء الدولة وأدت إلى انقسام في مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والرقابية ووقع عبء تحمل آثار هذا الانقسام على المواطن فنتج عنه تنامي حالة فقدان الثقة والسخط الشعبي من استمرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنقسمة وحق له ذلك فهذه المؤسسات لم تتمكن تيلة السنوات الماضية من الوصول إلى حلول ناجعة لمشاكل المواطنين ومستقبلهم بل ازدادت من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وتمزيق النسيج الاجتماعي مما أدى إلى هجرة عدد كثير من الشباب الليبي عبر قوارب الموت بحث عن حياة أفضل انطلاقا من كل ما سبق فإننا نؤكد على الرغبة الأكيدة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة والطريق لذلك لن يكون إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد المؤسسات ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها ويضع حدا للفساد وإهدار المال العام وليتمكن الليبيين من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وأمالهم استكمالا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير في قيام دولة مدنية ديمقراطية وسعيا مننا لكسر حالة الجمود السياسي الرهن الذي أصبح يهدد مستقبل وحدة التراب الليبي برمته كان لقاء المغرب بين أعضاء من مجلس الدولة وأعضاء من مجلس النواب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً بجزيل الشكر والعرفان على ما بذلته من جهود في سبيل إنجاح هذه اللقاءات إن هذا اللقاء وخلافاً لما يشاء لم يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي هذه المناصب بل كان الحديث عن وضع إطار المناسب لتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والذي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذا الإطار من خلال المؤسستين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كما لم يتم التطرق مطلقاً لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه إن هذه الإشعاعات هي محاولة لعرقلة الحوار ومعرقلي الحوار هم فقط المستفيدون من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن وفي الوقت ذاته الذي نؤكد فيه رفضنا الخيار العسكري كحل للأزمة الليبية ولكن إذا فرض علينا هذا الخيار فسوف نفشله كما أفشلنا العدوان على طرابس أيها الشعب الليبي الكريم إننا أمام مفترق طرق وخياران إما الحرب الذي وراءه دول محور الشر سعياً لتدمير البلاد ونهب خيراتها أو خيار الحوار بيننا كليبيين يؤسس لبناء الثقة ويسعى لإنهاء الانقسام ويؤدي إلى الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة وشفافة نحن إذ نؤكد حرصنا على خيار الحوار فإننا أيضاً نؤكد استعدادنا لمواجهة الخيارات الأخرى لقدر الله حفظ الله ليبيا آمنة مستقرة موحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته